السلام عليكم اخواني اخواتي مرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة مياه البحار لابطال الاسحار هذا هو الجزء الثالث في هذه السلسلة هذه دينا بعض الحلقات في قناة الشيخ المغربي ابو محمد وبعض القنوات وبعض الحلقات ستكون في قناة الباحث المغربي ابو محمد فايعني اه الطريقة هذه اه ديال اه ابطال السحر بسبعات الامواج فهي قديمة جدا ومتولتة يعني اه من اجداد معروفة مذكورة في بعض الكتب اه هذه الطريقة لابطال السحر بسبعات الامواج فيعني الناس كيعرفوا فقط السحر بسمية واحدة اه او يعني السحر جامع وغير الفهم اما السحر فهو في انواع كثيرة اه من بينها السحر اه المرشوش والمعلق والمدفون والمشموم والمأكول والمشروب والمعقود والمكتوب يعني اه مكتوب في الصوار مكتوب في 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 التياب يعني مكتوب في في العظام الى غير ذلك مرشوش في البيوت مرشوش في الصوار يعني اه مدفون في القبور مدفون في الخالاء مدفون في في السحاري معلق يعني معلق في في معلق يعني في 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 البيوت معلق في اشجار اه وايضا يعني هناك يعني مأكل اه في الطعام اه مشروب يعني اه الى غير ذلك نوع الاسحار كثيرة وهذه الاسحار في معوتنا هي اقسام لكن مأكل مأكل فيه مأكل يعني نوع نوع آآ سوفلي مأكل نوع علوي مأكل مصراني مأكل يهودي مأكل كلداني مرشوش من نوع يهودي مرشوش من نوع آآ مصراني مرشوش من نوع يعني آآ 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 يعني لا تعد كثيرا بزاف لنضحها لا يوجد شيء خاص بها الأسحار سنحصلها كاملة ونضوزها كاملة الأنواع الأقسام لها لأنها في القرى بين نوع و القسم ما يهمون هو كيف تعلاج الأسحار أسحار العلاجات بزاف تليا كما الأسحار كثيرة فالعلاجات أيضا كثيرة والأسحار فيها من قوي من الضعيف حتى القوي فأضعفها سحر الصوار وأقوىها السحر المأكول